الهدف هذا هو. الهدف ما هيش ديماغوجية وما هيش كلام فارغ. الحلم اللي كانوا يحلموا به من ضحاوا من أجل هال البلاد هاتي. استشهدوا من أجل هال البلاد هاتي. عليش استشهدوا. استشهدوا باش نبيح هال البلاد الفلانية ولا نقولي خبار جين تعال البلاد الفلانية. نا. استشهدوا وكانت عندهم رغبة حلم يعيشوا في دولة ديمقراطية دولة تتكفل بالمعوز تحمي الضعيف وتحكم على على اللي ضن نفسه أقوى من 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 المجتمع. هذه هي الدولة اللي ينبنوها. هذه هي الديمقراطية. هذه هي الشم. اذا كل شي صب كلها هاتش روافد لطريق جديد لبلادنا. تاع ديمقراطية ومتاع تنمية ومتاع حتي رمض دول أخرى. اليوم الجزائر ما قادش يعني يشار لها بالأصابيع متل ما كانت. لانا مهما كان الحال اقتصاديا واجتماعيا وهدي. انا في الطريق ما وصلناش. انا عارف باللي الوضع الاجتماعي يطلب جهود أخرى. حتى نخلي المواطن الجزائري يعني عايش مهني مرتاح. مش قاعي يقولوا أثرية مش ما ما خليهمش في الفقر. ولا ولا والحاجيات انتهم وانت ابنائهم مش مقضية ولا. هذه هي الرغبة تاعي. باقي كمال لله. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر